وطبعي الجرام. اهلا بكم معي في فيديو بديء. قبل ما نشوف الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بعد ما نشوف الفيديو لو عجبكم نعمل لايك وشارع عشان نفيد ناس تانية. النهاردة هتكلم عن مشكلة حصلة كتير دلوقتي ناس كتير قوي بيعانوا من الانيميا. طيب انا هقول يعني ايه انيميا? هقول ايه هي اسباب الانيميا? ايه اعراض الانيميا? وزي نعالج الانيميا? اول الحاجة يعني ايه انيميا? يعني نقص في حجم او عدد خلايا الدم الحمراء او كمية اللي هو الخلايا. وطبعا احنا عارفين اللي هو مسؤول عن نقل الاكسوجين للخلايا. هي الانيميا دي بتحصل ليه? الاسباب كتير. اول سبب هتكون تغذية. نقص التغذية او سوق التغذية. يعني الشخص ده مش بياكل صحة. ومش تخين وهو مش رفيع ومناش دعوة بالوزن. هو نوعية الاكل. ممكن يكون فيه مشكلة في الامتصاص. او عنده مشكلة في الجهاز الهضمي فيه التهاب في المعدة. مش عارف ياكل. ممكن نمرة تلاتة يكون فيه حالة بتحتاج زيادة الحاجة زي مسلا السيدة الحامل. او اللي بتردع الولاد والبنات في سن المراحقة. دي مراحل بتحتاج زيادة للحديد. السبب الرابع ان يكون فيه نزيف او يفقدان للدم بصورة غير ملموسة. يعني مسلا حد عنده التهاب فلسة فكل شوية عمالة تخر دم. اه حد عنده مسلا بواسير. البواسير دي ممكن تكون فيه دم بينزل على فترات كده متبعدة والشخص مش حاسس بيها. آآ ممكن يكون فيه ديدان في الجهاز الهضمي بتعمل نزيف ومش باين او مش ظاهر. آآ ممكن يكون فيه التهاب في القولون. اي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن يحصل عن طريقها فقدان دم بصورة مش واضحة. مسلا الدورة الشهرية برضو ممكن تكون آآ بينزل دم كتير قوي. السبب الخامس ان يكون فيه مشكلة في خروج الحديد من المخازن بتاعته. يعني ايه? يعني النقلات بتاعة الحديد فيها مشكلة. فيه نقص في نقلات الحديد. ايه بقى الاعراض اللي لو ظهرت علينا نقدر نقول ان دي انيميا. اول حاجة ممكن يبقى فيه صداع. عنده ضعف. مش قادر يعمل شغله. مش قادر يعمل اي مجهود. اي حاجة بتتعبه. آآ عنده ضعف في العضلات. في آآ التركيز بتاعه قليل. لو مسلا طفل بيروح المدرسة ممكن تلاقيه هو تركيزه قليل وحتلاقي التحصيل الدراسة بتاعه قليل بينسى كتير. آآ ممكن مسلا فقدان برضو الشهية يبقى مش عايز ياكل. كل الحاجات دي ممكن تحصل في حالة الانيميا. ايه برضو في بقى ممكن يبقى في مشاكل في النمو. لو هو طفل هتلاقي النمو بتاعه بطيء. ممكن نلاقي الجلد بهتان. المناعة طبعا بقى بتتأثر. يعني هتلاقي الشخص ده مناعته ضعيفة. كل شوية يعيه كل شوية يجيله برد يجيله اي مرض. علشان مناعته ضعيفة. طب الانيميا دي لو احنا معلجناهاش. هتسوق زيادة وحيبتدي يزهر اعراض اكتر. هتبس بقى تلاقيه اللسان بدأ يزهر عليه اعراض بقى دقيح مر بدأ يحبقى فيه التهاب. يبقى ناعم كده. اللسان المفروض بيبقى خشن. آآ الجلد برضو بيبقى بهتان قوي. الدوافر بتبتدي تتغير. تبقى سبون شيب. بيبقى فيه صعوبة في البلع. ممكن التهاب في الحلق. آآ ضغط الدم بيقل. ممكن يحصل بقى مشاكل في القلب ومحصل في في التنفس. يعني بيحصل بقى منها مشاكل كتير على حسب ضربة الانيميا. على حسب الاعراض اللي بتكون موجودة. طيب احنا دلوقتي عرفنا الاعراض بتاعة الانيميا. عايزين بقى نعرف ازاي نشخص الانيميا. يعني احنا شكين بقى ان الشخص ده عنده انيميا. يبقى احنا لازم ندخل على ايه? التحاليل. اول حاجة اللي هي صورة الدم. بتبيني طبعا نسبة الهيموجلومن. آآ الهيموجلومن طبعا المفروض يكون مسلا من اتناشر ونص الستاشر. آآ لو لقينا بقى حد عنده الهيموجلومن تسعة عشرة طبعا ده يبقى انيميا. كمان عندنا اللي هو المين المفروض بقى كمان نعمل تحليل الفيرتين. نسبة الفيرتين. مخزون الحديد. لو هو قليل يبقى فيه انيميا اكيد. كمان تحليل مستقبلات الترانسفرين. دي بتزيد في حالة الانيميا. ليه? لان هي بتبقى موجودة على سطح الخلايا بتدور على الحديد. فبتزيد لو الشخص ده عنده انيميا. نيجي لمرحلة العلاج. العلاج يعني لازم اعالج السبب ولازم ادي اقراس حديد ولازم الاكل يكون مناسب. اول حاجة بنقول نعالج السبب. يعني ايه? يعني لو حد عنده حاجة عاملة نزيف يبقى تتعالج لو فيه جيدان لو فيه بواسير فيه نزيف من اي مكان يبقى اين مفروض السبب ده يتعالج. لو فيه التهاب في الماء ده التهاب في القولون حاجة في الجهاز الهضمي برضو تتعالج. لان انا لو عطيت حديد ولسه عندي نزيف او لسه عندي السبب اللي سبب الانيميا يبقى مش هحيد للمشكلة. تاني حاجة العلاج. الاقراس او ممكن مسلا لو مرحلة متقدمة اوي بيبقى فيه حقن حديد. والعلاج ده طبعا بياخد له حوالي ثلاث شهور. لاني لازم نزود مخدون الحديد. مش اول ما هيتحسن النتيجة ابطل العلاج ما ينفعش. الحاجة التالتة بقى والمهمة التغذية. التغذية دي مهمة جدا ان انا لازم الشخص يأكل صح. ايه بقى الحاجات اللي فيها نسبة حديد وبتعلير الحديد في الدم. اولا الحاجة اللحوم. اللحوم الحمرة. اه الكبدة. الكبدة دي فيها اعلى نسبة حديد. السمك والفراخ كمان. اللحوم ميزتها ان هي الحديد اللي موجود فيها حديد حيواني. الانتصاص بتاعه عالي وما بيتقصرش باي حاجة. عكس الحديد النباتي. مسلا الخضروات زي السبانخ. البقدونس. البروكلي. الحاجات الخضرة دي كلها فيها حديد. بس الامتصاص بتاعها مش عالي. في حاجة اسمها البيو افيلابيليتي. يعني لو خدت حديد حيواني. الكمية اللي موجودة دي بتنتص بنسبة عالية جدا. لو خدت حديد نباتي بيمتص بنسبة بسيطة حوالي خمستاشر في المية من الكمية اللي انا خدتها. كمان بيتأثر بالشاي والقهوة والحاجات دي ممكن تأثر على امتصاصه. حنقول في الاخر الحاجات اللي بتعلي امتصاص الحديد والحاجات اللي هي بتقلل امتصاص الحديد اللي هي عضوة الحديد. برضو من الحاجات المهمة اللي فيها حديد. الحبوب الكاملة والخبز فيهم حديد. البوكوليات. الفول والعدس والفاصولية البيضة والحاجات دي برضو فيها نسبة حديد عالية. المكسرات فيها برضو حديد. الفكهة احنا عندنا طبعا التمر ده مليان حديد. والزبيب وقلنا الخضروات. آآ الحديد في حاجات بتساعد على امتصاصه وفي حاجات بتقلل امتصاصه. ايه اللي بيساعد على امتصاص الحديد؟ بيتامين سي. مهم جدا بيتامين سي. وبنحاول ان احنا لما ناخد حاجة فيها حديد ناخد معاها لمون بورتقانة يوسفاندي. آآ حاجة فيها فيتامين سي. كيوي. الزينج برضو من الحاجات اللي بتزود امتصاص الحديد. عكس الكالسيوم. الكالسيوم بيقلل امتصاص الحديد. عشان كده احنا نقول ما ناخدش حديد مع كالسيوم. من الحاجات اللي بتقلل امتصاص الحديد. الشاي والكافيين. القهوة. الشوكولاتة. المياه الغازية. كل الحاجات دي بتقلل امتصاص الحديد. يبقى التغذية السليمة مهمة مع العلاج واول حاجة طبعا علاج السبب يبقى احنا كده اتكلمنا عن اسباب الانيميا واعراضها والعلاج طبعا الانيميا ما بتبقاش نقص حديد بس الفيتامين بها 12 مهم والفوليك اسد مهمين يارب تكونوا استفدتوا ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وعملوا لايك وشير عشان نفيد ناس تانية عاديين نوصل الفيديو لالف لايك وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديوتين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته